الحمد لله زي الفضل والقرم والجود والنعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله وبعد أحبتي في الله من سنن الله في خلقه البلاء والابتلاء والإنسان في هذه الحياة دائما ما يتعرض للابتلاء فالله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا الإبتلاء يقابله من العبد المؤمن الصبر فالصبر على البلاء أمرنا الله عز وجل به في كتابه فيقول الله عز وجل واصبر لحكم ربك ويقول يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَصَبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هذا الأمر من الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا في ابتلاءاتهم دائما بالصبر وحال المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه حال كله خير في الصراء وفي الضراء فيقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هذه الأحوال من الفرح والسرور أو من الهم والحزن دائما يتعرض لها الإنسان في حياته وقد أعد الله عز وجل للصابرين جزاء عظيما ويكفيهم أن لهم الجنة فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءته امرأة تشتكي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي فقال لها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك فقالت يا حبيب الله أصبر وَلَكِنِّي يَا رَسُّلَ اللَّهُ أَتَكَشَّفْ فَادْعُوا اللَّهَ لِي أَلَّا أَتَكَشَّفْ فَدَعَا لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصبر له موطن فالصبر يكون عند نزول المصيبة وعند نزول البلاء وعند السماع به فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر على قبر وجد عنده امرأة تبكي فقال لها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله واصبري فقالت دعني وشأني وهي لا تعرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتركها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ولما أخبرت بأن الذي كان يحدثها هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه وقالت يا رسول الله سامحني فقال لها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى أحبتي في الله علينا جميعا أن نتحلى بالصبر في كل شؤوننا وفي كل أحوالنا فالصابرون دائما في معية الله وفي رحمة الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة